أوجد مجال F في X تساوي الجذر التربيعي إلى 2X نقص ثمانية إذن مجال الإكتران عبارة عن مجموعة من جميع المدخلات المحتملة وصحيحة في الإكتران أو جميع القيام المحتملة للإكتران المعرف وعندما ننظر إلى كيفية تعريف الإكتران هنا إنه جذر تربيع الجذر التربيعي إلى 2X نقص ثمانية سيكون معرفا فقط عندما يأخذ الجذر التربيعي عدد غير سالب إذن 2X نقص ثمانية سيكون معرفا فقط عندما يكون 2X نقص ثمانية أكبر من أو يساوي صفر يمكن أن يساوي صفر لأن الجذر التربيعي للصفر هو صفر ويمكن أن يكون موجب لكن إذا كان سالب فسيكون جميع إكتران الجذر التربيعي الذي افترضناه بكل وضوح غير معرفا للأعداد الحقيقية إذن هذا التربيع سيكون معرفا فقط عندما يكون 2X نقص ثمانية أكبر من أو يساوي صفر عندما يكون 2X نقص ثمانية أكبر من أو يساوي صفر بالتالي يمكن أن نحل عدم المساواة هذه لنرى ما يقال عن القيم التي يجب أن تكون عليها X إذن إذا أضفنا ثمانية لكل طرفي المعادلة سنحصل على يتم حذف هنا الثمانية هنا يتم حذف الثمانية نحصل على 2X أكبر أو تساوي ثمانية هنا ثمانية زائد صفر تساوي ثمانية ومن ثم نقسم كل الطرفين المعادلة على 2 بحيث 2 عدد موجب ولا يتوجب علينا أن نعكس عدد منه سوائد نقسم كل الطرفين على 2 ونحصل على X أكبر أو تساوي 4 إذن المجال هنا عبارة عن جميع العداد الحقيقية التي أكبر من أو تساوي 4 وانتهينا ترجمة نانسي قنقر